أكد سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية والشؤون الشباب أن الإنجازات التي تحققت في كأس الاتحاد السعودي للهجن يترجم الرعاية الفائقة التي تحظى بها رياضات الموروث الشعبي من لدني جلالة الملك المفدى مبين سموه أن الإنجاز الجديد الذي تحقق عبر الصرح والحصول على المركز الأول سيكون دافعا لمزيد من التألق والنجاحات خلال المشاركات المقبلة وأعرب سموه عن سعادته بحصول الصرح على المركز الأول في شوط رمز الزمول المفتوح بعد المستويات الرفيعة التي شهدها الشوط الذي يعتبر من أقوى الأشواط في البطولة وقال سموه حرصنا على التواجد القوي في كأس الاتحاد السعودي للهجن وتأكيد مكانة هذه الرياضة المتطورة في البحرين وإبرازها بأفضل صورة حيث ترجمت الإنجازات التي تحققت مكانة هذه الرياضة في البحرين وانعكاسها بصورة مميزة على المشاركات الخارجية ونحن حرصون دائما على جعل علام المملكة يرفرف دائما في كافة المشاركات عبر الحصول على المركز الأول وأضف سموه تعتبر رياضات الهجن من الجوانب التراثية المتميزة والتي تؤكد على العمق التراثي الخليجي والعربي والإسلامي والمملكة العربية السعودية الشقيقة تؤكد دائما على الاهتمام بالمورثات الثقافية والرياضية باعتبارها تاريخ وهوية وهو ما شاهدناه في كأس الاتحاد السعودي وأشهد اسمه شيخ ناصر بن حمد بجهود اللجنة المنظمة وحرصها على بذل الجهود لإنجاح البطولة وجاء فوز الصرح بالمركز الأول بعد إنهاء السباق بزمن وقدره تسع دقائق وتسع وخمسين ثانية وسط منافسة قوية ومثيرة طوال الشوت ترجمة نانسي قنقر